بسم الله الرحمن الرحيم توفيف هانوس اليوم راح ناخد مثل درس عن السوائل كمان وحيكون عبارة عن كوب انا مصممه من قبل مشان ما نضيع وقت كتير طبعا هو بسيط جدا انا عملت سلندر وطبعا بالإكستراد تول كمان عملت له إكستراد وعملت فيه مثل فجوة والسبب انه دائما بس تعمل الإكستراد على أساس انه اذا انت بتصمم من سكراتش يعني اذا بتصمم انت بس من بتبلش من مسطح وتبلش تعمل منه إكستراد بيكون فيه مشاكل انه ممكن النورمو مابس يعني الاتجاه المسطحات هدول الصغيرة ممكن يكون خاطئ ممكن يكون لجوة او لورة وممكن انت تضطر تعمل بالرندر رح يختفي فانت لازم تعمله ريكالكوليشن كمان فهاي كله الامور بتكون اسهل لما تعمل بس إكستراد من مستطيل او مكعب او هيك الامور هاي المهم هلأ نحن عنا الكب واللي رح نعمله انه رح نعمله أنيميشن بحيث انه ينسكب فهلأ كمان لازم نعمل أرضية الأرضية خلينا ونعمل كيوب هذا الكيوب رح نعمله سكيل على الزي رح نظغره لهيك تقريبا رح نتأكد انه حجمه كمان مش بس بالدمنشنز ولا واحدة منه بالنقص ورح نعمل سكيل على الأكس خلينا نكبره لهون كمان نعمله سكيل على الواي كبره كمان لهون ولسه كله بالموجب طبعا رح نرفع الكوب لهون خلينا نشوف كيف المنظر صار هون ممتاز بس هلأ لازم أرفع الكاميرا احنا بلاحظين هون انه أنا حاطط كتير أضواء لأنه ما بحب السواد اللي موجود بالكوب يعني بس مشان المشهد يكون أفضل طبعا لسه موجود السواد فخلينا نرفع الأضواء كلهم خلينا نعمل زي رح نرفعهم كلهم حيث انه يكون كلهم فوق الأرضية ممتاز هلأ اذا بنعمل رندر المفروض انه يكون أقل السواد ممتاز طبعا الكاميرا هلأ هون راح نعمل الكوب والأرضية عبارة عن متل ما تعلمنا بالدرس الماضي تبع للسنامي نفس الشي هون راح نروح على الفيزيكس فلويد ورح نعمله أبستيكول نفس الشي هلأ الأرضية راح نختار الأرضية هون راح نعمل نفس الشي راح نخليها أبستيكول كمان هلأ اذا عملنا سائل راح يرتطن بالكوب ورح يرتطن بالأرضية طب نحن شو بدنا نساوي شو هي الدومين الدومين متل ما احنا بالعادة بنعمل راح يكون عبارة عن مكعب فرح نلغي اختيار أي شي هون راح نعمل مكعب المكعب هاد راح نكبره نعمل scale بتعرف قبل ما نغير أي شي هون خلينا نغير أسامي عشان ما يكون فيها المشاكل هون حيكون الدومين راح نروح على الكوب ورح نغير اسمه على كوب راح نغير هاد الأرضية و المكعب طبعا نحن صور نغيرينه هلأ لازم نروح على الواير فريم كبس الزي راح نعمله scale على الواي ورح نكمبره بحيس انه يكفي للمشهد يكفي للمشهد ممكن نكمبره كمان شوي ممتاز آه هنظر شوي ممتاز ممتاز هلأ كمان راح نعمل نفس الشي راح نعمل scale على الأكس راح نكبره بحيس ما يوصل للحفة ممتاز راح نرفعه بحيس انه يكون الكوب موجود بقلبه كمان شوي ممتاز 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 هلأ هون اللي راح نسوي انه راح نعمل هذا المكعب domain ممتاز ومتاز ما نحن نعرف كل شي ممتاز ما هو هلأ راح نترك كل شي تمام هلأ طبعا المجلد خلينا بالأول قبل ما ننسى نروح على desktop في هذا التنامي هلأ الدرس هاد راح نعمل مكعب جديد خلينا نقول هذا الكب accept تمام هلأ كل الاشي بمكانه بس راح نروح على الكوب ورح نعمل متل ما تعلمنا بواحد من الدروس الماضية كيف نعمل animation frames اللي هو بكبسل i وطبعا بتحدد شو انتلي بدك تعمله انميشن بالكب فهلأ نحن خلينا نقول الانميشن كله راح ياخد دايش احنا قلنا على هون اخد اربع ثواني والله انا ما بعرف كتير هون بالتفاصيل قديش كم ثانية ممكن بس خلينا نقول راح ياخد مية وخمسين طير فرح نعمل هادا نغيره مية وخمسين وهون خلينا نقول من رقم عشرة راح يبلش الانميشن فرح نعمل فرح نعمل فرح نعمل روتاتيشن للكب وحيكون هون روتاتيشن ما راح يتغير اشي هون فهلا نحن رح نروح على خلينا نقول 60 ورح نغير دوران الكوب لا خلينا نقول وين الكاميرا هي رح يصير الدوران على ال Y فهلا رح نعمل ال Rotation على ال Y ورح ندوره نسك بو طيب هلا كل شي تمام ولازم نعمل طبعا نحفظ الفريم بكبس حرف ال I على 60 Rotation كمان مرة فهلا نحفظ فهلا إذا بتمشي لورا ولا قدام بتلاحظ أن الكوب عم بنكمل مع مرور الوقت فهذا كل اللي بدنا نعمله ب مع الكوب يعني ما في اشي زيادة هلا ممكن نعمله خلاص انتهى موضوع الكوب صار كل شي تمام فاللي بدنا نعمله هلا السائل نرجع مرة تانية للفريم صفر و جوات الكوب رح نبلش الفلود اللي هو المجسم اللي رح يبدأ بمكانه و بشكله السائل فاللي رح نعمله نحن رح نقيم اختيار الكوب رح نعمل مجسم جديد اللي هو UV سفير رح نعمله scale و نصغره شوي رح تيسع جوات الكاسة و رح نحطه بقلب الكوب طبعا نحن لازم ننتبه انه ما يكون دائر بأي شي تمام هلا هون هيكون اسمه fluid طب هلا نروح على خصائص الفيزيا و بنكبس fluid نعمله fluid كل شي تمام هلا ما رح يتحرك طبعا هو لحط ما نعمل شو بقلوله هذا الباك اللي هو هون فهلا خلينا نحن نشوف شو رح نعمله طب نحن هلا اللي رح نعمله رح يكون بسيط جدا ما في اي تغيير كل اللي رح نعمله رح نروح على المكعب أو مش المكعب الكوب و كمان المي اللي هو المجسم اللي رح يبدأ منه وبما انه رح ينسكب لهون نحن رح نحركهم لاتنين و نرجعهم لورا على اساس نقدر نشوفه بالكاميرا لانه الكاميرا من هناك طيب هلا طبعا هو خارج من المكعب ما بدنا هيك نعمل بدنا ندخله لجوه شوي ممتاز فهلا رح ينسكب و رح نشوف المي هون بس نحن قبل ما نبلش بدي اشرح موضوع بسيط جدا بالنسبة للمي اذا رحنا فقط على مكعب او الاسفير او الاساح لا انا اغلطت المكعب اللي هو الدومين هون في موضوعين هون مهمين كتير لازم نعرفون لما نعمل باك بينحسب في قيمتين بتنحسب الفاينل والبريبيو الفاينل اللي هو انت لما تكبس هون رندر رندر انيميشن فهو اللي بيصير يعمله بعدين بالمستقبل بيصير يعمل الصور اللي نحن شايفينه منشوفه نحن بالمجلد بحيث انه نحن نقدر نحطه مع بعض ونعمل منهم فيديو الفاينل اللي نحن هون منشوفه بعد ما يخلص فطبعا هادي القيمة رح نخليها مثل ما هي بس هاي خلينا نقول نكبرة نعمله مية ومثلا خمسة وقعين طبعا هاي قيمة كتير كبيرة رح يفرجيك هون قديش رح يحتاج الميموري و هون مثلا رح طبعا احنا منقدر لما نعمل نكبس رندر منقدر نختار شو بدنا بس هلا ان احنا رح نعمل بها الاسلوب لما ينكبس الباك رح ينحسب الفاينل والرفيو البريو بس ما طبعا ما رح تظهر معنا الفاينل إلا لما نكبس الرندر والانيميشن طبعا احنا ما رح نعمل هالشي لانه هدا رح ياخد وقت طويل فرح انتمنا مع البريو بس رح نجهز بس ال 145 بس على اساس انه ممكن بوقت بيوم الايام نحتاجه فخلينا نحنا نتأكد انه موجود بالمجلد اللي نحنا طالبينا هون على الكب موجود بالكب وهلا كل اللي بدنا نعمله انه نرجع مرة تانية هون حتى ما ما في داعي انه نرجع بس انا مشام ما نتفاجأ بالمشهد لما يخلص رح نعمل باك وراح نستنى طبعا هون رح ياخد وقت اطول لانه فيه انيميشن الموضوع فبرجع لكم طبعا لانه الريزولوشن كمان اعلى فرح ارجع لكم مرة تانية لما يخلص الرندر او الكالكوليشن اشتركوا في القناة